الكل كان يراقب الانتخابات والكل يحاول أن يعطي دلالات وشذرات على أن الذي حصل يحتاج من القوى السياسية الموجودة بالمشهد أن تتفهمه وأن تتعامل معه بمنطقية وواقعية خدمة إلى البلد كل طرف يجب أن يميل على نفسه شوية حتى نستطيع أن نتوافق نعبر محنة كل كان ينتظر ما ستقوله الممثلة الأممية في العراق خالتنا بلاس خارت في جلسة الإحاطة في مجلس الأمن بعد أن سمعنا بتصريحات لعدد من السياسين التقتهم بلاس خارت مؤخرا قالوا أن خالتنا العزيزة خرجت مذهولة مصدومة يكاد أن يخشى عليها من هول الأدلة التي قدمناها للخالة العزيزة بلاس خارت عن التجوير ولكن ما حصل أن بلاس خارت قالت أن هذه الانتخابات هي الأنزه وأشادت بموقف المفوضية الفني في إدارة هذه الانتخابات الآن الجماعة أيضا ما راضين ولهم موقف ونحن لا نستكثر المواقف على الآخرين لكن نحاكي هذه المواقف التي تغلف بالبارود أو مثل ما كانوا يشونوا اليدات يودون طلقة بالظرف هذا الذي نخشى منه ولا نريده أن يكون لغة بيننا وقد جربنا وجربتم مثل هذه الأساليب وليعلم الجميع وهذه ألف باء السياسة أنه المختصمين والأضداد والمتخاسمون يجب أن يتخاسموا على طاولة ويدلوا بدلوهم يتحاوروا يتناكفوا يتفقوا يختلفوا وبالتالي يظهرون على قواعدهم وعلى شعبهم أنهم قد توصلوا للحل ولكن حين يغيب الحوار إذن لا شكل ولا طعم للحياة في هذا المشهد السياسي وعلى الناس أن تستعد لمشهد قد يكون الأخطر من نوعه ماذا قالت إبلاس خارت؟ ما الذي سيحصل بعد تصيحات إبلاس خارت؟ وبعدين حتى إذا قالت إبلاس خارت هذا رأي وأن يكون رأيا دوليا يجب أن يحترم ويجب أن يتم التعامل معه بمنطقية وأن نكبر قليلا على جراحاتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر